هذا أنا لماكن صغير كان عندي فوبيا غريبة اللي هي فوبيا الكلمات الطوينة قررت أبحث وأشوف هل أنا الوحيد من من العالم عنده هذه الفوبيا بعد ان ببحث وشوفت احضرت اني أواجه أغرب 20 فوبيا في العالم الجيب رح نكسر أغرب 20 فوبيا في العالم وواحد من هذه الفوبيات يقولك انت خاف سلق السلم الخوف من تسلق السلالم صرنا أول فوبيا والثاني الفوبيا يقولك اللي هي الخوف من الفراشاء هادى الفراشة هنا راح نوح عندها وانا هاولا خاصة معيكم فراش عادي ما تضيجز كليكسر كثرنا الفوبيا الثارثة من يخاف من هذه الأشياء الجميلة؟ انا من يفهم يرضى اللي بعد تجيب الحين وحن نكسر الفوبيا الرابعة اللي هي الفوبيا تنزل من الدرج أو تطلع من الدرج فهذا هو الدرج حننزل كوابية حننزل هنا مغمب يعني من كثر ما ان الفوبيا زرع كليه يكون كسر من الفوبيا الرابعة وكليه يكون بقينا 16 فوبيا يوم اللي بعد الحين الفوبيا الخامسة اللي راح نكسرها يخاف من المصعد في ناس كثين عندهم فوبيا من المصعد فهذا المصعد بسم الله الرش حول المصعد شباب ورنباطك تقع الناس اللي تخاف من المصعد لانه يمكن يعلق المصعد بأي وقت ويطيح الحمدلله للسلام وصلنا نروح نكسر الفوبيا اللي بعدها الحين الفوبيا الساسة اللي راح نكسرها الخوف من الحيوانات وهي الحيوانات هنا وهنا ديتنا موداهمة من أصحاب الخرفان وحبوا يقولون لكم حطوا لايك واشتراك وساعدونا نوادي هذه الفوبيا يأطيهم ألف عافية وبعدها شال عقرب كان متعلق على المايك مدري اشي يبغى ما قصر يلا نروح نواجه الفوبيا الحين يا يال رح نقصر الفوبيا السابع وليه الفوبيا انه نأكل الخرفان فبسم الله نأكله من يأطيهم ألف عافية ايش اسمه الخروف يما اكل 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 كذا كسرنا هذه الفوبيا يأطيكم ألف عافية نروح الفوبيا اللي بعدها الهين الفوبيا اللي بعدها رح نكسرها اللي هو تخوف من التصوير او الخوف من الكاميرا هذي فيه ناس كثير منهم يعانوا منها ولا كنت عاني منها لما بدأت يتيوب بس الحين الحمدلله كل شي تمام فكذا كسرناها ونروح الفوبيا اللي بعدها الفوبيا اللي رح نكسرها الهين اللي هي الخوف من الفرشات من النبتات او الورود فهذه الوردة ما رح نقطعها لانه حرار سي Haw involves رائحة الورد والمسك ومن ثم يرى نفس الفوبيا للفوا至 الغريبة الناس سوف نقص لكم الفوابيا هو بالخاف من الكلمات اعطائكم التعر�도 لك بعض الناس سوف يرغب من هذا الشي لكالك وجل سوف نقص لك تض gas الفوابات بالبون الشفى الفا povo troisième ي Missouri من أشعة الشمس فأذي أشعة الشمس ما راح نوريكم هنا عشان لا تنحويلوا بس أنا راح أكسرها و أسوي كي حاولت أنا طبعا بس أهم شي إنه كسرناها يالله اللي بعد أولو حاولتنا الحين راح نكسر الفوبيا اللي بعدها اللي هي الفوبيا إنه تخاف يضيع منك الجوال فإحنا إيش راح نسوي؟ راح نرمي الجوال شو؟ رمينا الجوال وكذا يكون نكسرنا هذه الفوبيا يا شباب وضيعناه يالله من المشي نحن راح نكسر الفوبيا الثانية اللي هي اللمس حاولتك أكل أكل زي ما شفتوا الخروف ما قصر لحس يدي مولا مسدي أكلني كسرناها وكما كسرنا الفوبيا الثالثة تخيلوا ما رأوا بعض اللي هي فوبيا النسيان أنا نسيت أي فوق كم فوبيا قسرت فما أدري ما علينا عام شاي نكمل يالله لي بعد فالصيني يقول لك يخافوا من رقم 4 لماذا الصين لا يستخدم رقم 4؟ في الفندق لا يوجد رقم 4 لا يوجد طابق 4 لأن الرقم 4 يقول لك هذا الموت نحن جينا عند عمارة الموت رقم 4 كما ترون فتوقع أنهم سيموتوا لا أعرف كسرت هذه الفوبيا واشوف عطر يجلي شوف 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 دخلناها يلا الفوبيا اللي بعد الى الفوبيا اللي بعدها اللي هي الألوان في ناس تخاف من الألوان كثيرة كما ترون وانا لابس مو ألوان خوص قزح خوص قزح الإسلامي اللي هو سمحته العالي من واحدة فكيره بعيد وكذا كن كسرناها ونروح الى الفوبيا اللي بعدها الحين رح نكسر الفوبيا الضوضاء زي ما تسمعون أحلى ضوضاء كسرناها رح نكسر الفوبيا اللي بعدها الحين رح نكسر الفوبيا تخاف من ظلة زي ما شفت فيه كثير مقاطع منتشرة ناس تخاف من ظلة هذا ظلي فتعالوا نسلم عليه ظل جديب دواما عليكم ظل طيب فيه ناس تخاف من فوبيا النظافة فانه عندهم نظافة زايدة ونحن قاعدين مع الشباب الطيبة زي ما تشوفينه فيه شرشف صلاة وانه ما ادريش هذا وفيه ورود وفيه عظم وفيه جزاد وفيه كل حاجة فكذا يكون كسرنا هذي الفوبيا ونروح الفوبيا اللي بعدها حين رح نكسر الفوبيا ندخل أماكن مهجورة فاحنا مدن من رحيم وانه من جدة خائف هذه العمارة اللي رح ندخلها لا يا جباب يوم والله قمطة الحين رح يصير شي مو كويس فإذا أنت ما تتحمل هذه الأشياء سويس كبل هذه اللقطة ولا تنسى للاك والاشتراك بسم الله ما عطت الصرخة شباب اش تتسغل شباب يما أنا قاعد أنا قامت أم العائل في شوط طيعة في جن في جن وهذا الباب مسكر ما أنا أريد أن ننفعه في أقدر أفضحه بس تريد خينجر مسكر يا شباب خليني النسبة منوح نكسر الفوبيا اللي بعد تسكن؟ أيوة هوبوبوتومونسترسيكوما كيميدوبا فوبيا تطلع لكم بالشاشة الزبدة في ناس يخاف من الكلمات الطويلة زي وزي كلا يخافوا منها فإحنا كسرناها ونروح فوبيا الخوف من المتفعاد يعني أنا زي كذا ممكن أطيحه وأروح فيها فإحنا يكون كسرنا ثلاثين وبقينا ثمنتاشر فوبيا نكسرها يلا اللوح بعدها وأنا هنا طبقت فوبيا النسيان وما كنت أدري أن تعديت فوق العشين فوبيا طيب 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 الآن زي ما قلت لكم راح نكسر الفوبيا هذي فإيش هي الفوبيا نخاف من الناس لا بسم الله الرحمن الرحيم في واحد مر من جنبي خرج أمي ولا عبرني إنه ما عبرني قررنا نسويها ثانية مرة مع شخص مختلف فهذه المرة إن شاء الله ناخذ رياكشن كويس لا الآن راح نكسر الفوبيا اللو تخاف من الناس فهذه الفوبيا يعني أي واحد تشوف أنت تخاف منه فبسم الله تعالوا نطبق على شخص بس الله يساعد نحن أحسن أن أحسن نفسك قارب كلمة أوم إن مش هقولي إيييي تمام خيب يا عي رائع زين ما قلت لكم يجب أن تصليك الاشتراك فهذا كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وهاية لكوة الحاجة ما عليك اشتركوا في القناة